تصريف المضاعف في الأمر أتذكر الأمر هو طلب القيام بالفعل بعد زمن التكلم ويكون في العادة موجهاً للمخاطب مع الظمائر واحد أنت مثال ذلك قف اسمع اثنان أنت مثال ذلك تعلمي انطلقي ثلاثة أنتما مثال ذلك خاطبة استقبل أربعة أنتم مثال ذلك سافروا اقتربوا خمسة أنتم مثال ذلك تكلمنا انتظرنا أتعلم الظمائر المتصلة في محل نصب إذا اتصل الظمير بالفعل وكانت وظيفته مفعولاً به سمي الظمير نصب متصل المخاطب أنت مد 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 أمد استمد استمد أنت مدي أمدي استمدي القواعد للحصول على الأمر من المضارع نحذف حرف المضارع المجذوم ونعوض السكن في الأمر بالفتحة مد يمد لم يمد مد كف تردد استهل المخاطب أنت لم تكف كف لم تتردد تردد لم تستهل استهل أنت لم تكفي كفي لم تترددي ترددي لم تستهلي استهلي أنتما لم تكف لم تتردد لم تستهل أنتم لم تكف لم تتردد لم تستهل استهلوا أنتنا لم تكففنا أكففنا لم تترددنا ترددنا لم تستهللنا استهللنا التمرين الأول آمر المخاطب بالاعتماد على المثال التالي مررت بصديقي وسلمت عليه ثم استعددنا لإنجاز البحث الإجابة مررت بصديقي وسلمت عليه ثم استعددنا لإنجاز البحث أمرر بصديقك وسلم عليه ثم استعدا لإنجاز البحث التمرين الثاني أصغ الأمر وفق ما يتطلب السياق استمد قوته من الله واسترد عافيته بسرعة يا ليلة الإجابة استمد قوته من الله واسترد عافيته بسرعة يا ليلة استمد قوتك من الله واسترد عافيتك بسرعة التمرين الثالث اجعل الفقرة التالية في صيغة الأمر مع جمع المخاطبات قصت الخذرة وأعدت الطعامة فوفرت بذلك من مصروف اليوم ما تحتاج إليه غدا اقصصنا الخذرة وأعددنا الطعام ووفرنا بذلك من مصروف اليوم ما تحتاج إليه غدا اقصصنا الخذرة وأعددنا الطعام ووفرنا بذلك من مصروف اليوم ما تحتاج إليه غدا التمرين الرابع صرف في الأمر الفعلين التاليين دل استدل الإجابة دل استدل استدل اشتركوا في القناة شكرا شكرا